اهلا وسهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع افتتحت الهيئة العامة المصرية للكتاب يوم السبت السادس والعشرين من اغسطس النسخة الاولى من معرض السويس للكتاب على ممشى اهل السويس على مساحة 1500 متر برئاسة الدكتور احمد بهيددين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب وذلك في اطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة باقامة معارض للكتاب في المحافظات المصيفية وذلك لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية في اقاليم مصر من خلال المعارض التي تنظمها الهيئة بشكل مستمر كما يشارك في الدورة الاولى للمعرض ما يقرب من 40 ناشرا تتنوع ما بين دور نشر خاصة ومؤسسات صحفية وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة بالاضافة الى مكتبة مصر العامة كما يرافق المعرض برنامجا فنيا وثقافيا يشارك فيه اكثر من 70 مفكرا من خلال ندوات والفعاليات المختلفة التي تقام على هامش المعرض على مدار ايامه ويفتح المعرض ابوابه للزائرين من الساعة الرابعة عصرا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل كما تستمر الفعاليات حتى يوم الجمعة الثامن من سبتمبر المقبل كما يقدم المعرض مجموعة متنوعة من الاصدارات بواسطة مختلف قطاعات وزارة الثقافة والتي من ابرزها مشاركة المركز القومي للترجمة بمجموعة من احدث واهم اصداراته كما تقدم قصور الثقافة احدث ما اصدرته ضمن سلاسل اصداراتها القيمة والتي تتميز باسعارها المخفضة كما تشارك الهيئة بمجموعة كتب الهيئة الهوية ومجموعة كتب طه حسين واصدارات روائع المسرح العالمي واحدث ما صدر بسلاسل الهيئة الشهرية الذخائر وذاكرة الكتابة والدراسات الشعبية وكتابات نقدية وآفاق عالمية والكتب الابداعية سواء الدواوين الشعرية او المجموعة القصصية والروايات كما تشارك دار الكتب والوثائق القومية بمجموعة من الاصدارات اذ تطرح للمرات الاولى من خلال المعرض معجم المصطلحات الصيدلانية التراثية الذي صدر حديثا من مركز تحقيق التراث كما تشارك الدار بحوالي ثلاثمائة عنوان من اصداراتها المتميزة بنسبة خصم تصل الى 25% على جميع الاصدارات ومن ابرز العناوين المشاركة وثائق تأميم قناة السويس محاضر دستور 1923 من جزئين عقد الجمان السلطة وعرض حالات المظلومين محمد علي وعصره ومذكرات الزعيمين سعد زغلول ومحمد فريد الى هنا نصل الى نهاية تغطيتنا تقبلوا تحياتي انا اسراء اسماعيل دمتم بخير الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة